السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد علي وده فيديو جديد تعال أقول لك إزاي تقدر تتخلص من مشكلة التقطيع في تطبيقات الـ IPTV أو التقطيع في السيرفر لو بتعاني من مشكلة التقطيع أثناء المشاهدة في تطبيق من تطبيقات الـ IPTV أو تقطيع في السيرفر فأنا جايب لك أفضل حل ممكن تستخدمه ممكن تنفذه في جهازك علشان تتخلص من مشكلة التقطيع نهائيا أثناء المشاهدة في تطبيقات الـ IPTV والشرح على ثلاث أجهزة شاشة LG اللي موجودة معانا بنظام التشغيل WebOS وهنتعرف على نفس الخطوات ونفس الإعدادات في جهاز شاومي TV Stick 4K بنظام التشغيل للأندرويد علشان لو عندك أي جهاز أندرويد شاشة أندرويد أو جهاز TV Box أو جهاز TV Stick فتقدر تنفذ دفس الخطوات اللي هنعملها في جهاز شاومي TV Stick 4K اللي موجود معانا والجهاز الثالث اللي هننفذ فيه خطوات الحل وهنتعرف فيه على الحل هو Receiver خارجي من الرسيفرات Sun Plus علشان لو عندك Receiver خارجي أو بستخدم Receiver من الرسيفرات اللي بتدعم الـ IPTV تقدر أنك أنت تنفذ نفس الخطوات على جهازك أو على الرسيفر اللي أنت بستخدمه ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ولو عندك أي سؤال كتبولي في التعليقات وإن شاء الله هنجاوب علي هنا معانا شاشة من شاشات LG أنا لازم أنفذ نفس الخطوات اللي هقولك عليها حتى لو ما عندكش مشكلة التقطيع فأنت لازم تنفذ الخطوات اللي هنتكلم عنها علشان في المستقبل ما توجهش أي مشكلة في استخدام تطبيقات الـ IPTV أو مشكلة أثناء المشاهدة بنضغط على Settings ضغطة طويلة لمدة 3 ثواني بيفتح لي كل الإعدادات في تلفزيون LG بنضخل في عام بعد كده بنضخل في شبكة بعد كده بنضخل في اتصال واي فاي هنا بدخل في إعدادات الشبكة الأخرى Select بعد كده بدخل في إعدادات شبكة واي فاي المتقدمة Select أدخل في تعديل أو بضغط Select على تعديل بضغط Select على ضبط تلقائي بوقف تفعيل ضبط تلقائي بدأت تظهر معايا الإعدادات هنا بنزل عند آخر إعداد موجود معايا وهو Server DNS بضغط Select باجي عند علامة الحسف اللي موجود عندي في الكيبورد بضغط على علامة الحسف وأحذف كل الأرقام اللي مكتوب عندي في Server DNS بعد كده ببدأ أكتب 8.8.8.8 كتبت 8.8.8.8 بعد كده بضغط Select على Enter وهنا بضغط Select على اتصال هنا بيقول لي جار الاتصال بعد كده بيقول لي متصل بالإنترنت كده التلفزيون أصبح متصل بالإنترنت لو نفست نفس الخطوات بأنك بتغير Server DNS عندك وتخليه الرقم اللي موجود 8.8.8.8.8 فتأكد لو بتستخدم تطبيق من تطبيقات الإيب تيفي فمش هيحصل أي تقطيع عندك في السيرفر أو أي تقطيع أثناء المشاهدة بتوف نفس الخطوات عندي على جهاز شاومي TV Stick 4K هنا بندخل في جهاز شاومي TV Stick 4K بطلع عندي فوق في الإعدادات اللي موجودة Settings بضغط Select بعد كده بدخل في الشبكة والإنترنت Select بعد كده بنزل أدخل في متصل الواي فاي اللي موجود عندي اسم الشبكة اللي ظهر عندي متصل بضغط Select وهنا بنزل عندي في الإعدادات لغاية ما وصل عندي إعدادات IB وبضغط Select بلاقيها معمولة على DHCB أنا بنزل أخطار ثابت وبضغط Select بتبدأ تظهر معايا الإعدادات اللي موجودة أنا ما بديش عندي الإعدادات اللي هنقول عليها هنا بطرق الإعداد الأول عنوان IB بتركه زي ما موجود وبنزل هنا عندي في الكيبورد وبضغط Select على Enter بيبدأ ينقلني الإعداد تاني البوابة هنا بطرق نفس الرقم زي ما هو موجود وبنزل في الكيبورد وبضغط Select على Enter بينقلني على إعداد تالت طول بدقة الشبكة 24 أنا بترك الإعداد ده الرقم زي ما موجود وبنزل أضغط Select على Enter اللي موجود عندي في الكيبورد بينقلني على نظام أسماء النطقات 1 هنا بلاقي رقم 8.8.8.8.8 وده الرقم المطلوب لو أنا لقيت عندي في جهازي لو لقيت عندي الـ DNS اللي موجود سيرفر 1 رقم مختلف عن الرقم اللي موجود ده 8.8.8.8 فكل اللي هعمله لو الرقم مختلف عن الرقم اللي موجود باجي هنا في الكيبورد عند علامة الحسف وبحذف الرقم المختلف وببدأ أكتب الرقم اللي احنا بنقول عليه أو الرقم الأفضل للسيرفر DNS بكتب 8.8.8.8.8 يبقى 8.8.8.8.8 وبنزل هنا وأضغط سيلكت على انتر بينقلني على أسماء النطقات 2 أو سيرفر DNS 2 وهنا الرقم 8.8.8.4.4 وده بتركه زي ما موجود ده أفضل أرقام ممكن أنك انت تستخدمها وبتدي لك أفضل نتائج في تطبيقات الـ IPTV وبتقضي تماما على مشكلة التقطيع أثناء المشاهدة بعد ما بخلص الأرقام دي هنا باجي عند علامة الإدخال أو الإنتر وبضغط سيلكت بيقول لي تم الحفظ بنجاح وهنا بيرجع تاني لإعدادات الأولية أو إعدادات الـ Wi-Fi بطلع باك بلاقي هنا متصل بالإنترنت برجع تاني وكده تقدر تستخدم تطبيقات الـ IPTV بنجاح وتقدر تستخدم تطبيقات الـ IPTV اللي موجودة عندك بدون تقطيع ومشي تلاقي أي تقطيع موجود عندك في السيرفر هنبدأ ننفذ الخطوات على جهاز أو على ريسيفر من الرسيفرات الإنترنت سيرفر اللي معانا ريسيفر من الرسيفرات السن بلس إزاي هقدر أن أنا أثبت الإعدادات اللي تكلمنا عنها في الرسيفر هنحول لغة الجهاز بالعربي ونشوف نفس الخطوات باللغة العربية لو أنا عندي لغة الجهاز بالعربي أنا بنزل عند التفضيلات وبضغط على Language وبختار العربي ننفذ نفس الخطوات إزاي؟ هنا أنا بأدخل في الإعدادات بفتح الإعدادات في الرسيفر وبأدخل في Wi-Fi بعد كده بنزل أدخل في الشبكة اللي أنا متصل بيها أوكي وهنا بنزل عند آخر حاجة أكثر وكتير بيسأل أوصل إزاي لكلمة أكثر دي عن طريق السهم الأسفل للاتجاهات السهم الأسفل بضغط على السهم الأسفل بلاقي بيوصلني عند كلمة أكثر بضغط أوكي من الرموت وبعد كده بنزل بوقف تفعيل دي إن السيرفر آلي لو هو متفاعل كده بضغط أوكي بيوقف التفعيل وبنزل عند الرقم اللي مكتوب عندي في dns server وبضغط أوكي أو select وببدأ أكتب لو الرقم مختلف عن الرقم اللي موجود ده ببدأ أكتب 008 008 بكتبها أربع مرات 008 008 بعد ما كتبت الرقم ده بضغط أوكي من الرموت بيكتب لي 8.8.8.8 بعد كده بنزل عند كلمة الرابط وبضغط أوكي هيبدأ يقول لي فشل في الاتصال وبعدها بثواني هيبدأ يقول لي نجاح في الاتصال ومبروك عليك هتقدر أنك أنت تستمتع بمشاهدة الـ IPTV أو بمشاهدة السيرفر بنجاح وهتنسى أي مشكلة في عندك أثناء المشاهدة مشكلة تقطيع وكده قدرنا أن ننفذ الخطوات أو نضبط إعدادات الـ DNS server في 3 أجهزة عندي في receiver خارجي وعندي في جهاز شاومي TV stick وعندي في تلفزيون LG بنظام التشغيل WBOX 23 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة